بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سري بارد سيكس ديزاين فور جيم بي وان بنتكلم هنا ازاي حنصمم الكاميرا بي وان اللي احنا شفناها في الرسمة اول حاجة عندنا بنفرض الان ويت بتاع الكاميرا اللي هو تلاتة من عشرة طيب الالتمت بتاعي بضرب في واحد واربعة من عشرة يبقى الان ويت اتنين واربعين من مية طن لكل متر طولي ده في حالة يبقى الحملة اللي بنحسبه اللي هو واحد واربعة من عشرة في بلاس واحد وستة من عشرة في اللايف لود بتعوض بالقيم بتاعة التي اس وكسافة الخرصانة والفلور كافر واللايف لود هيطلع عندك الحملة على الساب واحد وتسعة من عشرة طب لما نبدأ نشتغل على الكاميرا بي وان الكاميرا بي وان ديت عليها مجموعة من الاحمال الاحمال اللي عندي هي عبارة عن شب منحرف طيب شب منحرف ده عشان يتحول الى حمل بنحسب معامل اسمه اللي هو واحد ماينس تلت في اللي اس على اللي عندي اتعوض يطلع يبقى الحملة على الكاميرا هو عبارة عن زائد الحمل اللي جاي من الساب لو عوضت بالقيم اللي هي موجودة عندك يطلع عندك في الحالة ديت ان الحمل اللي موجود اللي هو تلاتة بوينت ايت طيب انا عندي الكاميرا ديت فيها متساوية تقدر تستخدم المعاملات علشان تحسب المومنت عند الساب بورت اللي برا دابليو اللي سكويرا على اربعة وعشرين البصدف على احداشر على احداشر والنيجاتف هنا على تسعة تبدأ تحدد الساكاشن بتاعتك سكشن واحد اللي هو هيبقى في النص هنا عندك السكشن دوت عليه مومنت عشرة وستة من عشرة سكشن تلاتة عليه تمانية وسبعة من عشرة سكشن تلاتة دوت عندك داتي سكشن وسكشن واحد ده ريكتانجرر سكشن فبنقول لو المومنت على التمشن اقل من اتنين المومنت على الريكتانجرر سكشن ابدأ بالديزاين بتاع الريكتانجرر سكشن خطوات الديزاين عندي اول خطوة اللي هي الدي بتساوي سي وان روت المومنت على القطاع على مقاومة الضغط على بي لو عملنا الكلام ده هيطلع الدي بتساوي خمسة واربعين وسبعة من عشرة سنطي بنرجع نقول ان الدي لازم نقربها الاقرب خمسة سنتيمتر بالزيادة يبقى انقربها الخمسين والتي في الحالة دية اللي هي عبارة عن الدي بلاس الكفر والكفر ده بيبقى خمسة سنتي يبقى التي خمسة وخمسين سنتي اتعوض في المعادلة بتاعة الاريا ستيل اللي هي المومنت على الجي في الاف واي في الدي يطلع عندك الاستيل المطلوب تمانية وتلاتة من عشرة اللي هما بيعادلو خمسة فاي ستاشر طيب بعد ما بحسب الاستيل لازم اعمل تشيك على الاريا ستيل مينموم اللي هي احضاشر على اف واي في البي في الدي اتعوض بالقيم اللي موجودة عندك هيطلع تلاتة وتمانية تلاتة وتمانية من عشرة اقل من تمانية وتلاتة من عشرة يبقى في الحالة دية بتاعك سيف وتقدر تختار الحديد اللي هو خمسة فاي ستاشر وتراعي ان اقل قطر بتشتغل عليه هو فاي تلاتة طيب عايزيني نشوف عدد الاسياخ اللي ممكن احطه في اللير الوحدة اللي هو بي مينس اتنين ونص على فاي بلاس اتنين ونص الكلام ده هيطلع خمسة الكلام ده معناه ان انا ممكن احط خمس اسياخ في اللير الوحدة يعني ممكن تحط لغاية كم سيخ خمس اسياخ ده الديزاين بتاع السيكشن الاولاني سيكشن اتنين سيكشن اتنين في الحالة دية انت من سيكشن واحد خلاص اعرفت الديمينشن اعرفت التي اللي هي خمسة وخمسين والدي اللي هي خمسين طيب السيكشن دوت يعتبر تي سيكشن في الحالة دية محتاجين نعرف اللي هو اه البي المطلوبة بتساوي كم هنتبع الخطوات بتاعة الدزاين بتاعة الريكتانجلور سيكشن في سيكشن تو في الحالة دية تدي معلومة بتجيب السي وان من السي وان بتجيب الجي من الجدول اللي عندك اللي هو بوين تمانية اتنين ستة وراحز في حالة ان السي وان اكبر من اربعة خمسة وتمانين يبقى في الحالة دية الجي بتساوي بوين تمانية اتنين ستة اتعوض في معادلة الاريا ستيل تحسب الحديد بتاعك اللي هو اتنين وستة من عشرة لو شفت المينموم هتلاقيه تلاتة وتمانية من عشرة يبقى في الحالة دية الاريا ستيل اللي انا حسيبها اقل من المينموم يبقى هشتغل على الاريا ستيل مينموم ودي بنحسبها باستخدام تلات معادلات المعادلة الاولانية التانية التالتة المعادلتين الاولانيين بناخد القيمة الاصغر وبعد كده بقارنها مع القيمة التالتة وناخد القيمة الاكبر اللي هي تلاتة واربعة من عشرة يطلع الحديد اللي انا محتاجه اتنين فاي ستاشر بالنسبة لسيكشن تلاتة سيكشن تلاتة محتاج تعرف الويتس بتاع الكمبريشن زون اللي هو بي بي دي بنحسبها ازاي عندنا تلات معادلات اول معادلة اللي هي من السينتال لاين للسينتال لاين بتاع البلاطات اللي محوطة الكاميرا اللي هو اربعة متر ستاشر تي اس بلاس بي اللي هو متين تسعة واربعين كيف الا على خمسة بلاس دي خلي بالك انا الكي بتساوي تمانية من عشرة ليه لاني بنقول لو انا عندي السيكشن اللي انا اشغال عليه موجود في اس بقى المتصل من جهة واحدة يبقى في الحالة دي بناخد الكي بتساوي تمانية من عشرة اتعوض يطلع مية وخمسة بناخد القيمة الاصغر اللي هي البي بتساوي مية وخمسة يبقى اتعوض الدي هي هي زي الريكتانجلر ولكن انا بنحط البي كابتل اللي هي مية وخمسة اتطلع على السي وان من نهاد جي بي جي اتعوض في الاريا ستيل الكلام ده يطلع عندك ثلاثة فاي ستاشر يبقى بنلاحظ ان انا وانا بختار الحديد ان العدد اللي عندي اللي هو المينيموم نمبر ده يبقى تنين ما يقلش عن اتنين والمينيموم فاي اللي انا بختارها اللي هي تلاتاشر نشوف الاختيار ده صح ولا غلط صح لان عدد الاسياخ تلاتة احنا بنقول المينيموم اتنين ستاشر اللي هو القطر واحنا بنقول المينيموم تلاتاشر يبقى اختيار الحديد بتاعك مصبوط يبقى انت كده صممت ثلاث ساكاشن منهم اتنين ريكتانجلر سيكشن واحد دي سيكشن بتعمل تشيك على الاريا ستيل مينيموم اللي هي احضاشر على اف واي في البي في الدي اللي هي تلاتة وتمانية من عشرة الاريا ستيل اكبر من المينيموم اوكي بتعمل تشيك على عدد الاسياخ اللي ممكن تحطه في لير واحدة اللي هو خمسة يبقى في الحالة دي انت ممكن تحط خمس اسياخ في اللير الواحدة انا في الحالة دي بنقول الاريا ستيل اللي هي من واحد من عشرة الى اتنين من عشرة في الاريا ستيل الكلية اللي هي اتنين فاي ستاشر ده عشان تحسب الستيراب هنجر اللي هو الرينج بتاعه من واحد من عشرة الى اتنين من عشرة في الاريا ستيل الاصلية اشتركوا في القناة